السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد وقناة الفن ببساطة معاكم أحلام شاهين للسه ما اشتركش في القناة يتابعني واشترك فيها اشترككم هيسعدني جدا نفعل زر الجرس الموجود تحت الفيديو يلا نبدأ بينا علبة بلاستيك صغيرة من علبة التلاجة عايزة اغير الاستعمال بتاعها فهغير الشكل بتاعها فكرت بما انها الغطى بتاعها مرسوم عليه دواير فقلت انه افضل رسمي تعمل عليها رسم المندالة المندالة هتلاقولها قائمة تشغيل موجودة على القناة لو دخلنا قائمة تشغيل فيها كل ما يخص رسم المندالة والأدوات البديلة المندالة طبيعي ان انا بحتاج برجل وببدأ ارسل مجموعة من الدواير واشتغل فيها غطى العلبة بالدواير اللي عليه شجعتني ان انا اخلي التغيير في شكلها في رسم مندالة هستخدم مندالة التنقيت او الدوتينج الأدوات البديلة اللي انا حطها لكم في فيديو قبل كده كل ما يخصها انا حطه في صندوق الوصف ده انتهى اكريلك اسود استنيت لما الغطى والعلبة نشفه وبتديت اشتغل عليها اختاري مجموعة الألوان واختاري البدائل اللي هتديكي دواير مختلفة في القطر بتاعها وبتدي فنيني بقى المندالة عمري ما بحط شكل محدد قبل ما اشتغل هي بتيجي معايا وانا برسم بتيجي معايا الأشكال وبتيجي معايا الفكرة هسيبكم تتفرجوا كده على الفيديو هتدي معلومات بسيطة والفيديو شغال كل الرسمة بتاعتك بدواير مختلفة في قطرها او في حجمها ده اللون التالت في مجموعة الألوان انا استخدمت الأصفر والأزرق والسيموني ده وحاطت الأبيض معهم فاكتفيت بالأربع ألوان وقلت اعمل بهم الغطة ونفس الألوان اشتغل بيها على العلبة بعد كده الحرف بتاع الغطة حبيت احط مجموعة الألوان اللي معايا كلها وراء بعض كده بشكل متكرر في مساحة ضيئة فاستخدمت دائرة صغيرة ترجمة نانسي قنقر الألوان اللي بنستخدمها في المندلة دوتنج لازم تكون ألوان تقيلة يعني فيها لزوجة شوية متكونش سيلة لو سيلة بتبقى مشكلة كبيرة وبتبدأ تفتح الدوائرة على بعضها ودي بتعمل مشكلة كبيرة المندلة دوتنج بيفضل أنها تعمل على شكل مسطح يعني زي ما أنا بعمل غطى العلبة دلوقتي على العلبة نفسها هتبقى متعبة ليا شوية لأن الشكل مستدير ومنحني فبتبقى صعب عشان كده محتاجين الألوان تكون فيها لزوجة تقيلة شوية أي مندلة دوتنج بيكون معاك كمية من اللون اللي انت عملتيه في الأرضية عشان أصلح به العيوب اللي هتحصل بعد كده في الدوائر الخطوة اللي أنا بعملها دي خطوة مهمة جدا استنيت لما كل الألوان نشفت تماما جفت وببدأ أضيف جوه كل دايرة دايرة أصغر بلون مختلف يعني الدايرة الزرق حطيت جوها أبيض الدايرة السيموني حطيت فيها الأصفر وهكذا زي ما انتم شايفين دا بيدي شكل كويس أوي للدوائر المختلفة وهي جوه بعضها الأصفر هو بحط جوه سيموني وهكذا دوائر أصغر جوه الدوائر الكبيرة وزي ما قلنا ما بقومش بالخطوة دي إلا لما ألواني تكون جفت تماما خلصت الغطة جينا للمشكلة بقى لها العلبة لما باجي أعمل على جسم علبة زي كده أو إزازة آم بتبقى الألوان ميلة العلبة جسمها ميل فأتلاقوها تبدأ تسيح على بعض شوية عشان كده كل ما تعملي مجموعة من الدوائر حاولي العلبة ما تسبتهاش في اتجاه واحد ابتدي إيه شوية والشهل فوق شوية والشهل تحت شوية يمين شوية شمال عشان السيولة اللي في اللون ما تسيحش الدوائر على بعض أبدأ أن أنا وزعها كده عشان تبدأ تنشف وهي جوة الدائرة اللون ما يسيلش يعني أو زي ما انتو شايفين كده أفضل إيه ألف فيها يمين شمال فوق تحت عشان اللون ما يزحلقش كده يخرج برا الدائرة في اتجاه واحد كل ما عمل مجموعة الدوائر على سطح زي سطح الإزازة لو في زجاجة يعني قرورة يعني أول غطة زي علبة زي دي مدورة هتبقى بس دي المشكلة اللي هتقابلنا ببدأ أمشح أقولين الأصفر بالأبيض سيبي خيالك خالص بقى لأي حاجة تيجي في بالك عمليها المهم عملي تصميمك كويس بالألوان اللي انت مختاراها أنا استمرت بنفس الألوان اللي على غطة العلبة وأي فكرة تيجي في دماغك المهم املي الفراغات كمان اللي بين الدوائر بدوائر أصغر املي الدوائر الكبيرة بدوائر صغيرة جواها فنني وفي كل مرة هتلاقي نفسك بتعملي أشكال حلوة املي ذاتية دلوقتي باستخدم الابيض باني انزل بيه بالتدرج اللي احنا شايفينه ده بتحطي الحاج اللي اترسمي بيها مرة واحدة في اللون وتبتدي هي بالمرة الواحدة تمشي مجموعة خطوات تحت بعض كده فبتديك حجم اكبر فاصغر فاصغر وهكذا بياخد معايا نوع من التدريج لقيت في مساحات فضية فوق ابتدت اختار الازرق وحطه بين السيموني بالشكل ده وبرضو هكرر اللي انا عملته على الغطة ان انا حط جوة دواير الكبيرة دواير اصغر اللون الاسويت دست بيه تاني على المساحات اللي ساحت على بعضها على قاع العلبة لما تحط على المشمع فاخد الوان تاني يعني بتزبط الدنيا في الاخر باللون الاسويت بتاع الارضية ده كده لشكل النهائي للعلبة والغطة بتاعها فاضل خطوة واحدة بس خطوة الحماية ان انا احط عليها ورنيش مائي اديها طبقة طبقتين هيدي لمعة جميلة واحتفظ الالوان بنفسها لو جي عليها مية او حاجة وكمان لو العلبة بتتغسل الافضل ان انا رشها بدوكم الاسبري الشفاف واغسليها واستعمليها عادي بعد كده تبقى زي الفل اتمنى الفكرة تكون عجبتكم واتمنى الشكل والفيديو يكون عجبكم شكرا واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديوهات جاية